أكد مدير المستشفى الرانتيسي في غزة مصطفى الكحلوت أكد خروج المستشفى من الخدمة نتيجة لحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع الكهرباء وتوقف جميع الخدمات الطبية وأضف الكحلوت أن إجراءات الإجلاء تمت تحت ظروف أمنية وإنسانية صعبة المعلومة المهمة أن مستشفى الرانتيسي النصر للأطفال هو أكبر مستشفى للأطفال في فلسطين وليس في قطاع غزة يحتوي على جميع الأقسام التخصصية الآن المستشفى خارج الخدمة جميع الأطفال حرموا من هذه الخدمة ولا يوجد مكان يستطيعوا تلقي الخدمات التي كان يقدمها مستشفى الرانتيسي النصر للأطفال في هذا الوقت عملية الإجلاء التي تمت يوم الجمعة منتصف نهار الجمعة تمت قصريا برغم أنه قد يضيف البعض أنه كان هناك محاذة وتنسيق نعم كان هناك محاذة وتنسيق ولكن المستشفى كان محاصر لمدة بالدبابات كان مقطوع الماء والكهرباء والأكسجين عن المستشفى وكان هناك العديد من الاستهدافات للمستشفى مما اضطرنا إلى إخلاء المستشفى من المرضى والكوادر الطبية وعائلات النازحين الذين هربوا إلى المستشفى طلباً للأمان في ساحات المستشفى وفي أبنية المستشفى